أهلاً لبنات، كديرين، لبس عليكم، مزيانين، كل شيء بخير، حواشركم بروكات، أطول عليكم الصحة والسلامة كما كتشاهدو، أنا اليوم كنت هادي يومين بغنحط لكم الكسكسون اللي وجدت نهار 27، النهار اللي كنت فيه مريضة وصارحة، أخا كنت مريضة، يعني ما قدرش ما نديرش الكسكسون نهار 27 لأنه يعني ما نقدرش لأنه يعني هذا من الصغار ديالنا وحنا كنديروه، هكا في الأسر ديالنا وغاداً غادي نتليومات تحضروا معايا في تحضير دياله وغير قبله هذا ديال المرضو ديال السرعة وصافي كما شاهدتو كنت يالله تقضيت، يعني وحطيت تقضية في بلاستها ووجد ذاك الخضرة اللي غاداً اللي غاداً نحتاج الكسكسون عندي كما كتلاحظو، الحمص اللي سبق لي وفزكتو والجازار، القرعة الخضرة، بخّى الخضرة رهما شي كاملة يعني مئة في المئة اللفت هذا الصفر ولك البيض الآخر، ما طيشة القرعة، وهذا كليشو مصارحة كي يجي زوين هاد النوع هادا، حسن انتك اللي شو مدور، هادا كي يدوب كي يجي بحل بحل زبدة، ماشي بحل آخر، مختلف عليه تماماً في المعضاق دياله، والقرعة الخضرة، أنا ما مشيتش للسوق، يعني السوق كين في بزافتي الاختيارات، والخضر يعني اختاري بزاف دل حوايج، خصوصاً في الليفت، وهذيك القرعة الخضرة، وهذيك اللي كتكون اللون دياله فاتح، ما مشيتش، ما يمقضيت هذيك الشي ديال الخضرة ديال السيبر مارشي وصافي، هذي هي الخضرة غاد ندوز باش ننقيها ونقعدها، واللحم حتى هو ما كنش جاب داهب كري، يعني ما جبتوش يعني مدة يعني تقريباً بين الطياب وبين هاد التوجات تقريباً شي ساعة بجبتو، ومن الاحسن ما جبتوش قال لك أنا من يعني الحساب ما كنشوف أنا وش بعض الأطيب باك يقول لك ما جبتوش للحم، تخليهم مدة طويلة هكا بحطو، تقيدو وذك شي، فتكون في واحد الباكتيريا، من الاحسن، وجبتوه يعني بعد ما من يتبغض، من يتبغض هكا توجدو الطياب ديالكم قريباً مص ساعة ولا شنو، هجبتوه باش هكا يبقى طريباً مزيان، يمن الله أعلم، وهنا أخذت البصلة هكا كشرائح حبة كبيرة ديال البصلة، واللي عنده بصلة صغيرة يدير شنو هنا جبتو الحملة من الجلي أنها كي يجيزوين في الكسكسوكي، يجيوحد البنة، وما كياخدش طياب بزاف، الغنمي، إن الكسكسوكي توتع معها الغنمي، ودرت الملحة باش ديك البصلة، يعني الدبال، درت غير الملحة بوحدها مع زيد الزيتون صافي، وهذا نخليه تشحر شوية وهنا الخضراء كما لاحظتم بعد ما نقيتها وقديتها، لقرعا درت لهذا كشكيل هكا باش ذاك اللون الخضر دياله تفتح شوية وهذا ليشو هذا قبطعته حتى هو على أربعة، وقبطة ديال معدنوس، وعندي مطيشال، حمص، التوابل عندي رسل حانوت، الكركم، والفلفل الأبيض، والزنجبيل، وأكيد سمال الحار حتى هو راها تستعملوا بحق مداتوش أنا من الأول، ومع البنات هادا طياب الزربان إن شاء الله عشي نهار غنديل لكم كسكسون اللي يكون متكامل هكا وقصرية بكل شي، ومعاداد ديال المرضو ولكن كما أكتليكم ما قدرت شما ندير كسكسو هكا في نهار 27 جاتني واحد الرواح، يعني كي بنقولها لكم عود من جديد هي اللي راها مغيرة لي الصد ديالي كي ما قد لاحظوا وليا قصلتين مريضة 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 غير رواح البنات غير قريب وصافي الحمد لله احنا اليوم عدنا الجو سخون عدنا 28 دراجة يعني هاد نهار هاد عندنا سبيسيا المختلف لليام اللي دازت وهنا الحمراني قليتو ووضع التوابل كي ما لاحظتو ونبصلارة هاد بالد ما كسباش هكتش رايح طويلا لأنني درت الملحة وغدا نحك شوية ديال القرعة براني ضفتو القرعة باش كتخطر لاصوس تقطعه منه طريف وتحكوه في الصوس ديال الماراق ديال الكسكسو ودرت معطي الشاجوش ديال الحبات حكيتهم واللي ما باشي حكهم اكيد ديمكن اللي يقطعهم مربعات يحيد لها القشرة بقطعهم هكاك مربعات وضعت الماء الكافي هكاك في الطنجرة اللي غادي طيب فيه لحم ضاحتو معي الصوس كيفاش كيبان يعني كيبان باللي غادي كون خاتر وزوين وراس الحانوت راهم زيانة اللي بنات في الكسكسوكي يجي زوين مادا قديالو وهنا ديز باش نحضر واحد شربة هكا فحط نجرة صغيرة شربة ديال العدس اني كدجي زوينة مادرش الجازار عندي العدس الملحة الملحة الكمون فلفل الابيض بصلة مطايشة تومة ومعلقة كبيرة ديز الزبدة هدو هما المقادر اخليت واحد جوج ديال الكيسان صغار هاكم توسطين ديال العدس غصلتهم ودرتهم فاط نجرة الصغيرة وراه وغادا نقطع هكا البصلة يعني شرائح ممكن مع شوائية هكا لاناني غادا نطحنو من بعد ان كليكم تضيفوا الجازار رحت اوكي جيزوين او القرعة الحمر رحت ايه وضعت التومة والماطيشة والزبدة الملحة هاد الشربة هادي كتجيزوينة ويعني كتكون خفيفة على المعدة تومة ودك الكامون اكيد غادا تعجبكم وهنا وضعت المال اللي غادا تطيب ليه في هاد الشربة هادي ودسة البنات غادا تقولوا ليه كيفاش دير الكسكسو ديرا معه الحود ديال السردين انا هكاك جاتني على راسي صارح هكي عجبني السردين ورقيت وعود مني مشيت هكا في السيبر مارشي لقيته هكاك جديد وقلت ولا وخا غادا ندير الكسكسو داروري ناخد منه هكاك كي عجبني يعليش موام اللي بغاه راياكلو اللي ما بغاش وارا الحوت ما كيخسرش يعني مغير مخصكمش تسخنوه وصافي يعني وخاي الشيط راكم تديرو فتلاجة وماني تبغيوا بتاكلوه ما تسخنوه جبدوه منتلاجة وكلو هكاك را ما يدركو محتى حاجة وانا كي ملاحتو مبعد بما طابلية لحم تقريبا نصف طيبة لانا الخدرة ديال هنا ديال اوروبا مهم ديال بلجيكا كالطيب بسرعة ما كتاخدش بزرف ديال الوقت ماشي بحال ديال المغرب يعني اه وضعتها احتى طابلية لحم نصف طيبة كي ملاحتو وضعت اه اللفت اه هدك الكرومب او ليشو وضعتهم هما اللولين تقريبا واحد العشرة تقايق وهذا نوضعها الثاني الباقي الخضر هدا هو الكسكسو كي ما لاحتو عندي هنا كيلو ديال الكسكسو هدا زوين البنات هاد الكسكسو ديال القمح ماشي بحال يعني القمح الطبيعي هدك الكسكسو كي يجي مختالف تماما واختيت هديك البول هي اللي غاد نقب فيها هاد الكسكسو لانه ما غاداش نحتاج نقن كسكس لانه هو يعني ديجم كسكس هدا غير انه ندير لي زويته وشوية الماء والملحه اكيد را كلكم عارفينه احتل شنها ان شاء الله ونديلكم كسكسو بعقلون ديال القصرية وذك الشي ديال ما يمدك التاق عليه الدينة المغربية وعندي قصرية ديال الخشب يعني دك التقيل ماشي الخشب ديال الخشب ديال القرقع ان شاء الله ووضرت الملحه مع الكسكسو وزيت الزيتون زيت الزيتون اللي تقريبا انا كان طيب غربي يعني ما رقيت كان طيب بالزيت الاخرى الا في بعض الوصفات يعني اللي كيحتاجوا وبنا عارفين فوائد دياله الصحية وهنا بديت كان ندخل في تك الزيت مع داك المليحه ومع الكسكسو اغير قبل والبنات على الصوت ديالي واخد جيكم الهضرة ديالي يعني ديوش عليا كنت والله الى البنات ومجده بغن بارتاجي معاكم دزاف ديال الوصفات والحلواء وهاتشي وكنت غن نحط جوج ديال الفيديوهات فالنهار لكن الحمد لله هاد الروح هذا اللي لداز عندي الحمد لله مع الوليدات ومع الدار ودك شي يا الله يالله جاي مع الوقت واخويت شوية ديال الماء تقريبا واحد الكاس ديال الماء انا ما كان مغيش نعم الكسكسو ونشبعه ما بزاف لانني كنكتر في عواض الماء كنكتر الماراق ديال الكسكسو والكسكسو من بعد مني كنثقيه بيه راه كيشرب لانه كيكون باقي ناشف كيشرب ليدك الماراق وكيجيبنين اكتر من انني نشبع من الول الكسكسو بالماء ومني كتجيو تثقي وهدك ممكن يقوم قبلش ليكم ذاك الماراق يولي لكم تبصيل فايض بالبصوص خارج منه الماء من الاحسن انكم ما تقوش يعني تجريه بالماء بالساف وانا را كنديلو ثلاثة ديال التفويرات كل واحد وشنو كيدير كيلي كيدير غير جوج انا كنديل ثلاثة مهم هكا كبقت في عادة ندير ثلاثة وضعت يعني باقي الخضر كما لاحظتو القرعة ونخيزو ديانهما كياخدوش بزاف ديال الوقت هادو را تقريبا غايف نص ساعة كيكونوا مواجدين يعني الخضرات ديال هنارة الطياب دياله في الطياب دياله تكون سريعة والقرعة كنديل لها هكا كذوك الخطيطات لانا ما عنديش ديك القرعة اللي كتكون ديك اللي كنستعملو هكا بحل اللي كنديلو فالمغريب ديك الصغيرة الخضرات ديك اللي كنلون دياله فاتح واناوخ كنشد القرعة وكنديلها هدوك اله بلموس هكا بحل اللي كنجرها شوية باش كتعطيني ذاك المنايضر فسط فسط الخضر وندرت هايك القبيطة ديال المعدنوس وانا نسد على الطنجرة بينو مواجد عود الكسكسو باش نرميه وندرت الدبه باش نكمل الحوت اكيد را شرمو ولا درت معاكم شحامل مرة ديال السمك غسلته ونقيته وغدا نعمره حتى هو ندخلو الفران كما تضحكوها البنات على الحوت مع الكسكسو لانا انا كيعجبني يعني ما بقيتش كنسوه الوش الكسكسو لماش كسكسو غدا نشرملو ندخلو الفران يعني نفندو فادك الفينو تقيق ديال الفينو وندخلو الفرن صار حكي يجي للديد بزاف متشبروش منو لانا مني كنكونو صايمين الكسكسو ما كنقدروش نناكلوه بزاف يعني غير النفس كتبغيه وصافي وهادا هو اللي كليت انا يعني كسكسو كليت في غير شوية خاجة زوين ما يقولش كمال بنجل ديد مع الغنميرا كما عارفين كيفاش كي يجي لمادق ديالكسكسوس من الحار وذك شي ورات الحانوت ومبعد ما يعني فورتو هاكا تفويرا الاولى تس باشنا نخلطو هاكا بشوية ديال الما تقريبا واحد الكاس عاود ديال الما كأنها مكسكسة البنات يعني كعمت تستغربوا من القضية تتعني ندري الكسكسو في هاد البول هادا لانا مرتاحة الطريقة كتكون عندي ساهلة والكسكسو ما كيطحش في الجناب وكيبقى مخشيف ذاك الواسط ديالو القصرية كنحتاجوها في الحالة مني كيمبغيو يعني الكسكسو كيكون باقي ماشي جاهز يعني ما كينش يعني يلا هادي الكسكسو من جديد ثم فين كنحتاجوها باش نحرب لو ذاك الكسكسو نديروها ككويرات ثم لو كيبغيو تيساء وأنك فين توريدك أما بالنسبة لها الطريقة هاديرا ساهلة يعني ما محتاجين حتى نديرو قصرية لاحظو الكسكسو يعني راه قاتلي دابة هنا يا تقريبا غير شي تفويرة واحدة سافيو غدا نحط يعني غدا نرميه للمرة الأخيرة لأن دك الزيت اللي فيه ودك شي يعني ما كيتعجن محتى حالة وصافي غدا عندو زدابة باش نرميه في البرماء أولا في الكسكاس كنوريكم كيفاش كيكون محلول يعني كسكسو ما كيكون اللم كور لحت حاجة وهنا راه بعد ما يعني فورته ذك شي هدي الحطة الأخرى يعني راه ندرت ليه معي لقا دي السمن صغيرة في العصوص ودرت هاد نص ما عاي لقاها كافة في الكسكسو أنا كتعجبني الريحة دي السمن واللي ما بغاش أكيد راه ما يستعملهاش لاحظوا معي الماراق كيفاش كيجي كيجي خاتر وزوين عاقد صار حكي كيشاهي والكسكسو كيما قلت لكم راني ما درتوش يعني ما درتوش فازق لأنها غاد شرب ليه الماراق وانا هدي هي الطويب اللي ديالي كيفاش جات يا هدي ديال الكسكسو كنا نتمنى أنها تمجبكم وإلي عجبتكم البنات ما تبخلوش ليه بلي لايك وبرتاج ملا أصدقائي ديالكم والأحباب ونتلقوا إن شاء الله في فيديو آخر وما تنسوش البنات لا تنسونيش من لايك ديالكم أكيد لأنها كتزيد تحفزني أكتر وكتحسسني باللي راني أنا خدمت على الفيديو وتلقوا إن شاء الله فيديو آخر وبسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر